السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل متابعة الفيديو تأكد أنك ضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس ليصلكك فيديو جديد كل يوم بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن كتابة رسالة قصيرة لشخص تشكره فيها على مساعدته إذن يكون الفيديو مقسوم إلى جزئين في الجزء الأول بطاقة شكر لقبول هذه الوظيفة الجزء الثاني أيضا بطاقة شكر لكن رفضك لهذه الوظيفة بالحالتين بطاقة شكر لكن بالأولى قبلت الوظيفة الأخرى رفضت الوظيفة جزء الثاني أيضا بطاقة شكر أحمد جزء الثاني أيضا بطاقة شكر أحمد لاحظ نضع بعد مستر أمي يكون كابتال لتر نضع نقطة أحمد أيضا اسم لازم يكون كابتال لتر نضع نقطتين أيضا دير أدي كابتال لتر معناه عزيزي شكرا كثيرا جدا لأجل لحظ للملاحظات لملاحظاتك جينيروس القيمة جينيروس أيضا الكريم إذن ملاحظاتك القيمة لو حذفنا جينيروس يعني ملاحظاتك نصف هذه الملاحظات كيف هي الملاحظات جينيروس جينيروس ريماركس إذن ملاحظات قيمة to Mr. Khaled للسيد خالد كما قلنا مستر أيضا M كابتال نضع نقطة أيضا لإسم خالد لحظ حرف الخ K H Khaled نضع نقطة لمن نهاية الجملة إذن شكرا جزيزي جينيروس ريماركس to Mr. Khaled your letter was extremely helpful يعني كانت رسالتك مفيدة جدا إذن نحفظ extremely إلى حد بعيد إلى حد كبير أو كثيرا helpful نعرف كلمة help يساعد helpful متعاون أيضا مفيد extremely helpful إذن مفيد جدا And I have been offered the position of investment analyst It's an excellent opportunity and I've already accepted the offer and I have been offered يعني و لقد قدم لي I have been offered قدم لي the position إذن وظيفة نعرف position موقع أيضا position وظيفة أو منصب of investment analyst analyst محلل investment استثمار قدم لي وظيفة محلل استثمار it's it's here اختصار لي it is دائما باللغة الإنجليزية بيكون بشكل مختصر it's an excellent opportunity opportunity فرصة excellent ممتازة أو نقول فرصة عظيمة إنها فرصة عظيمة يقصد بها it تعود على position على الوظيفة أو المنصب and طبعا نضع فاصلة ما خلصنا حديثنا نتابع للجملة and I've طبعا I've هي اختصار لي I have I've already accepted the offer ولقد قبلت العرض إذا نحفظ كمية position منصب أو وظيفة investment استثمار analyst محلل نحفظ كمية offer يقدم عرض وأيضا offer عرض excellent ممتاز أو رائع أو عظيم opportunity فرصة accepted إذن قبل طبعا الفعل هذا نظامي ضفنا له ad accept يقبل accepted قبل the offer لاحظ نقول the لماذا الكلمة appreciate appreciate your help in finding this exciting position sincerely I certainly يعني أنا بالتأكيد appreciate إذن appreciate وقدر your help مساعدتك in finding في إيجاد this exciting position في إيجاد هذه الوظيفة الرائعة أو المثيرة sincerely المخلص لك I certainly appreciate your help in finding this exciting position sincerely إذن لاحظ إذن هذه الرسالة الأولى تقدم شكر الشخص دعمك أو أرشدك لإيجاد وظيفة معينة تشكره بأنك قبلت هذه الوظيفة وتشكره على المساعدة الذي قدمها لك في الجزء الثاني أيضا بطاقة شكر شخص أيضا قدم لك المساعدة لكن قدمت لك أو قدمت لك عرض معين بمنصب معين لكنك رفضت هذا المنصب أو هذه الوظيفة وأيضا تشكر هذا الشخص أيضا مساعدتك لكن بنفس الوقت أنت رفضت هذه الوظيفة لكن نشكره أنه هو الشخص ساعدنا لكن نشكر بالحالتين أنه قبلنا أو لم نقبل لكن نشكر على جهود الذي بذلها في مساعدتنا إذا تأب معايا كيف ترفض تشكر لكنك رفضت هذه الوظيفة ساعدتك أقدروا أو قدرتوا رسالة أو خطاب خطابك الأخير رسالة الأخير ل الشركة في الحقيقة عرضوا علي وظيفة أو منصب نحفظ كلمة إذن الأخير شركة في الواقع كما قلنا منصب أو وظيفة إذن أنه ليس كذلك لذلك لقد أتكلم أن أتكلم أتكلم أن أتكلم لأي شيء أكثر إذن أنه ليس كذلك ما كنت أبحث عنه لاحظ إذن أنه ليس كذلك ما كنت أبحث عنه لذلك لقد قررت لقد قررت لقد قررت لقد قررت لقد قررت لذلك لشيء ما يعني وظيفة مور سيوتابل إذن أكثر ملائمة أو أكثر مناسبة لذلك إذن أنه ليس كذلك ما كنت أبحث عنه لذلك لقد قررت أن أتكلم أن أتكلم أن أتكلم لذلك شيء مور سيوتابل نحفظ كلمة إذن إذن بالرغم من لك فور يبحث عن طبعا نسمي هذا واضح ماضي مستمر بعد لك فور يبحث عن لذلك أيضا بعده كما يقرر سيرت يبحث أو بحث سيرت بعد حرف الجر سيرت يبحث لي شيء مور سيوتابل نحفظ كلمة سيوتابل ملائم أو مناسب أتكلم أن أستحاب اسمك كسند أو مرشد سيد أحمد من الواضح بشكل واضح ملاحظاتك مفيدة ويقدر كثيرا جدا مساعدتك المخلص لك نحفظ كلمة سند أو مرجع مفيد ملاحظات ملاحظات أرد أن أستطيع أن أستطيع أن أستطيع أن أسألكم كثيرا سيد أحمد ملاحظاتك بحكرة وملاحظةك بشكل وعلى بابتعامك بهذا الشكل نهايئي لدرسنا لهذا اليوم تكلمنا عن خطابين أو رسالتين لشخص أشكره في الخطابين لكن الخطاب الأول قبلت الوظيفة الخطاب الثاني رفضت الوظيفة لكن بكل حالتين أشكر هذا الشخص لأنه قدم لي المساعدة واستخدمت اسمه وساعدني في إيجاد وظيفة أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته